نقرة مختصرة الأخضري مش كوني معدوش نسخة من ليس ليمن مدوها كينا واحدة من يأخذ؟ كين نسخة واحدة أعطي لهم واحدة وبعد نجيبو الباقي وبعد نجيبو الأسبوع القادم إن شاء الله طيب نبدأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام العاشر في خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بيدينا يوم الدين أما بعد كنا بدأنا في شرح هذا المختصر للأخضر يرحمه الله تعالى وتكلمنا على بدايته قول أول واجب على المكلف تصحيح إيمانه ذكرنا ما الذي عليه كثير من الأشاعر في المقصود بذلك هو معرفة الأحكام العقلية معنى الواجب المستحيل والجائز وهو الطريق إلى معرفة هذا التقسيم ثم بعد ذلك أول واجب هو النظر ومعرفة الله تعالى وذلك المعرفة لا تتوصل بها إلا بالنظر ولا بد من الدليل والدليل يتوقف على معرفة هذه الأحكام العقلية وهو الواجب والمستحيل والجائز ذكرنا هذا التقسيم وقلنا الحقيقة أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو غير هذا وأشرنا إلى الشيخ سمتمية رحمه الله كلا في هذا وأيضا الأدلة التي هي من نصوص الكتاب والسنة في أن الواجب المكلف هو وتوحيد الله عز وجل وإبادته لأن معرفة الله عز وجل والإقرار به والإيمان بوجوده معرفة فطرية ويدل عليها العقل والنفوس تثبتها والنفوس تقض بها ولكن قد يحتاج إلى ذلك من غابت عنه هذه المعرفة والإيمان ولهذا قال الشيخ سمتمية رحمه الله تعالى كما نقلنا لكم إن أول الواجبات تختلف باختلاف الشخص فأول واجب على شخص ابتداء قد يكون غيره على آخر فالأصل أن المعرفة فطرية وعقلية ثابتة لكن قد تطرع على النفس مؤثرات خارجة جانبية فتزيل عنها هذا الإقرار فإذا زال عنها ذلك واحتاجت إلى النظر فلابد أن يكون ذلك نعم والله أعلم ثم عندي في نسخة التي عندي هذه قال ثم يعلم أن ما يجب لمولانا جل وعز مما نص عليه الدليل عشرون صيفة تقولون أنتم لا يوجد عندكم هذا على كلين أضيفوها ونعلق عليها تعليقا يسيرا هذا الكلمة ثم يعلم أن ما يجب عليه لمولانا جل وعز مما نص عليه الدليل عشرون صفة تقرأ ترجمة حيثة ترجمة حيثة ترجمة حيثة نعم هذا المبحث وهو مبحث الأسماء والصفات حاصل مذهب وقول أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت في كتاب الله عز وجل وفي صحيح السنة وهذا الإثبات هو إثبات من غير تمثيل ولا تكيف كما أن النفي يكون من غير تعطيل ولا تحريف فما ثبت في الكتاب وصحيح السنة من الأسماء والصفات نثبته وما جاء نفي هنا فيه وعموم نصوص الكتاب والسنة جاءت بالإثبات المفصل وجاءت بالنفي المجمل في الغالب قد يكون نفيا مفصلا لكن قل هذا على قلة وإنما الغالب الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملاء خلاف ما عليه غير أهل السنة والجماعة من التفصيل في هما أو الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي أو الإجمال في هما الذي يعني أهل السنة وهو الوسط وهو الحق التفصيل فيما أثبت الله عز وجل أو التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي وبالتالي فكل صفة أو اسم ثبت فإننا نثبث الله عز وجل معتقدين في ذلك أصولا ثلاثة أن الإثبات والنفي مرتكز على الكتاب والسلة أن ننفي عن يسماء الصفات التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل وأن نقطع الطبع عن إدراك كنه صفات الله تبارك وتعالى وهذا الأسماء والصفات في قواعد كثيرة ليس هذا محل تفصيلها لكن خالف أهل السنة والجماعة طوائف أخرى فمنهم من ينكر الصفات والأسماء كغلات الجهبية وغيرهم ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة كالمعتزلة ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات وبعض الصفات وإن كانوا يوافقون أهل السنة في هذه الصفات أو في بعضها ففي الحقيقة موافقتهم لها موافقتهم لأهل السنة ليس كذلك ليس موافقة في طريقة الإثبات وإنما هو في إثبات هذه الصفات وعندهم أن هذه الصفات يثبتها العقل ويثبتها العقل ولذلك ينتهون إلى إثباتها عقلا ويستأنسون لذلك بالشرعي وبالنقل لأنهم يرون أن مثل هذا الإثبات إنما السبيل إليه هو العقل والنقل يستأنسون به ولا يريدونه إرادة الاستدلال إرادة الاستدلال ولعله يفصل أكثر في القراءة الثانية للكتاب إن شاء الله تعالى مجمل هذه الصفات العشرين إثبات الوجود والقدم والبقاء وأنه يخالف الحوادث وقيامه تعالى بنفسه فلا يفتقر إلى محل ولا مخصص ووحدانية لا ثالية له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله والقدرة والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزة والمستحيلات والحياة وهي لا تتعلق بشيء والسمع والبصر المتعلقات بجميع الموجودات والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت عندهم ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما فهذه هي الصفات العشرين التي يقصد ذكرها هنا وسبع منها صفات عقلية خبرية وهو إثبات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام كما جاء في بعض أبياتهم له 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 الحياة والكلام والبصر علم إرادة وسمع واقتدر هذه الصفات السمع التي يثبتونها والباقي يثبتونه بالعقل يثبتونه كذلك بالعقل والحقيقة أن مثل هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة إنما الذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما قدمته أولا هو ما قدمته أولا وأما إثبات الوجود فهذا أدلته كثيرة متكاثرة وهذا أمره فطري وتدل عليه أدلة عقلية جاءت في كتاب الله عز وجل وتدل عليه أدلة سمعية أيضا في كتاب الله عز وجل ويدل عليه الحس كذلك وأدلة الوجود كثيرة وأما الأسماء والصفات فمبناها على الأصول التي ذكرتها ومن الأصول العامة أيضا في باب الأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى يوصف بصفة الكمال يوصف بصفة الكمال وصفاته كلها على الكمال لهذا كانت أسماءه حسنة وصفاته العلا كما قال تعالى لله الأسماء والحسنة أي التي بلغت الغاية في الحسن وفي مقابل ذلك ينزه عن كل نقص وفي مقابل ذلك ينزه عن كل ماذا عن كل نقص ولهذا تنفى عنه النقائص ونفي النقائص عنه طبالك وتعالى ليس نفي المحضن وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال الضد فلما قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم فنفي الغفلة والنوم عنه عز وجل يتضمن إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى ونفي العزوب عنه ونفي الضعف والعجز هذا كله أيضا يتضمن إثبات كمال الضد كمال الضد ولما كمال الضد نعم طيب اقرأ فيه واحد يقرأ ولا ما فيه من كان يقرأ المرة ماضية لا أحد أنا طيب قال نعم إسمع قلن يسمي الطول لما يجب على المسلمة وحيق إيمانه ثم معرفة وحيق صلى عنه إيه من أن يكون له بناء على الأحكام الثقية هي الأحكام العقديمة يعني لا يصح العمل المكتسب إلا بتصحيح الإيمان كيف صحيح الإيمان يعني شيخنا كيف عرفنا أن أقصوده بتصحيح الإيمان هو المعنى الذي أراده الأشعى أو المتكلمين ليه هو هو على طريقتهم أردت أن تورد ما يعلم بالزيادة التي عندي بما يقوله هو ويقوله شرح هو هذا الذي يرى وهذا الشائع إلا إذا تحمل كلامه على محمل ليه يقوله هو أصلا هذا شيء آخر العبارة كما هي صحيحة على على اعتبار لكن هو هل يقول واضح هل يقوله هذا أنا أقرأ لك شرح من شرح الذين عاصروا يعني أن أول واجب شرعا على كل مكلف هو البالغ العاقل أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعزة وما يستحيل وما يجوز وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليه الصلاة والسلام اختلف أهل المعرفة بهذه الثلاث في حق الله وفي حق الرسله هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به من غير يستهد إلى حديث النفس التابع لها وهو مذهب الشيخ الأشعري وهي ملزومة الإيمان فيكون إيمان على هذا حديث النفس التابع المعرفة ومذهب الباقي اللاني إلى آخره إلى آخر ما ذكره فليس إلا هو هذا نعم ثم إذا جئت إلى يعني الكتب التي علىها نفس الطريقة كجوارة التوحيد وكمثل بن عاشر وغيرها فألا هذا يسيرون على هذا على نفس الطريقة نعم قال ثم معرفت ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهالة والصية يعني هذا مما يجب على المكلف مما يجب على المكلف أن يتعلم ما به يكون صلاح فرض عينه قال فرض عينه هذا تعميم ومثل بالصلاة والطهالة والصية ولهذا في القاعدة العامة أن كل ما يتعين على المكلف وجب عليه أن يعرف حكمه إذا تعين في حقه الصلاة وجب أن يعرف أحكامه إذا تعين في حقه لما قلت تعين في حقه الصلاة أي الصلوات غير المفروضة عليه بعينه كصلاة الجنازة فهي فرض كفاية طيب إذا تعينت عليه بحيث لم يوجد من يقوم بها إلا هو صال تعلم وأحكامها فرض عين عليه وقل مثل ذلك في غير هذه الأعيان المعروفة كالتجارات والبيع والشراء وغير ذلك فواجب عليه أن يتعلم حكمه ولهذا نقل القلافي رحمه الله الإجماع على أن المسلم لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه سواء كان في العبادات أو كان ذلك في ماذا في المعاملات أو كان ذلك في المعاملات ولذلك يدل على هذا الآيات الآمرة بالعلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام فطلب العلم فرض على كل فريضة على كل مسلم فريضة على كل مسلم وغير ذلك من الأدلة ثم مما يدل على ذلك أن الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهن وعن أشياء وأمر بالامتثال الامتثال بفعل الأمر وترك النهي لا يمكن إلا بالعلم به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأمر المطلق بالفعل كما ذكرنا قبل هو أمر أيضا بما لا يتم إلا به لا يمكنك أن تصلي إلا بما تعرف أحكام الصلاة ولا أن تزكي ولا أن تصم ولا أن تحج ولا أن تبيع وتشتري على وفق الشرع إلا بأن تتعلم ذلك فكان هذا من فروض الأعيان سوى ما تعلق بالعقائد أو بالأقوال أو بماذا أو بالأعمال ويترتب على ذلك إذا فعل على خلاف الوجه الشرعي إذا خلف فعل أو إذا فعل من غير علم إذا فعل من غير علم فلا شك أنه يفصل بين من فرط في التعلم ومن لم يفرط بين أن يفرط أو أن لا يفرط فإن عمل جهلا وبالغير علم ووافق الشرع فصح صح فعله وصح عمله وصحة عبادته لكن معا له على تركه التعلم أما إذا فعل ولم يوافق الوجه الشرعي وكان جهله لذلك فإن كان يُعذر بجهله كان يكون في منطقة بعيدة ولا يوجد من يعلمه أو علمه أحد فعلمه خطأا فعند ذلك لا يؤثم إذا كان يُعذر بجليل لا يؤثم لكن ما كان من سبيل ومن قبيل حقوق الناس فإنه يستردها له الحق أن يطالب بها أو يطالب هو بها وما كان من العبادات فإنه يستأنف ما تعلمه على الصحيح وما فاته يُعذر فيه أما إذا كان لا يُعذر بالجهل بأن يكون في منطقة فيها من يُعلم أي استطيع أن يتعلم ثم بعد ذلك يفرط فذلك يجمع عليه الإثم وبطلان الفعل قال ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه الحدود جمع حد وهو المنى وهو المنى فحد الله هو ماذا منتهى ما يجوز الانتهاء إليه ولا يجوز تجاوزه فيجب أن يحافظ على الحدود الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى يجب الوقوف الانتهاء عندها وأن لا يجاوزها والمراد بالحد وهنا هو ماذا منتهى ما جاز الوصول إليه وعدم تجاوزه وليس المقصود الحدود التي هي الحدود في القصاص والجراحات وأنواع العقوبات فتلك الحدود الحفاظ عليها أيضا بعدم الوقوع فيما يجب الحد أن لا يقع في السرقة فهي يجب عليه الحد أو الزنا أو شرب الخمر أو قطع الطريق ونحو ذلك كيف لا شك يحافظ على إقامتها لأن إقامة الشرع من إقامتها ويقف عند أمره ونهيه ها ويقف عند أمره ونهيه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا عمرتكم بشيء فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فاجتنبوه نعم والوقوف هنا الوقوف المعنوي أي أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي كما قال تبارك وتعالى في الآيات آمرا وناهيا وكما جاءت في الآية وما أتاكم الرسول فكذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه يتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه التوبة على الصحيح واجبة التوبة على الصحيح واجبة وقد أمر الله أزا ودل بها في غير ما آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئتكم إلى آخر الآية جاء الأمر بالتوبة في آيات كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام توبوا إلى الله فإني أتوب إليه واستغفروا في اليوم مئة مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولهذا اتفق العلماء على وجوب التوبة للأمر بها في الآيات والأمر بها أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يأتي ذكر معنى التوبة وشروطها وقد ذكرها هو لاحقا في درس لاحق لعلي أكتفي بهذا المسؤول والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبيل محمد وآله وصحبه أجمع